هبوط ملحوظ سجله سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الدولار الأمريكي لينزل دون عتبة دولار فاصل عشر لليورو الواحد للمرة الأولى في أكثر من عشر سنوات الأسباب عديدة أحدها التيسير الكمي بقيمة 60 مليار دولار الذي سيبدأ الأسبوع المقبل كمان بنعز السبب أنه الـ CPI Consumer Price Index M التضخم بأوروبا هو ناقص 0.6% بينما بأمريكا هو حوالها 0% النمو بأوروبا بالربعة الرابع هو حوالها 0.3% بينما بأمريكا هو حوالها 2.3% بس تكون الفايدة بأمريكا أعلى من الفايدة على اليورو فمن الطبيعة أنه يتحسن الدولار وهناك أسباب فنية فقد كسر اليورو حاجز الدولار سبع عشرين ومن ثم دولار تسعة عشر وواصل النزول إلى دولار تمانية وإذا تمكن من كسر هذا الحاجز فقد يصبح دون الدولار واحد وهذا التراجع في اليورو من المفترض أن يترجم تراجعا في أسعار السلع في لبنان المستوردة من أوروبا إلا أن استراتيجي البورصة والأسواق العالمية جهاد الحكايم يتوقع أن تتراجع فاتورة الكلفة الاستشفائية أولا بسبب تراجع أسعار الأدوية والمعدات الطبية المستوردة من أوروبا 34% من استراداتنا حول العالم هي من منطقة اليورو وهي حوالة سبع مليارات دولار هي معدات طبية، هي أدوية، هي كمان مواد صناعية وأسعار الطاقة فأكيد نحن نتوقع أنه لح تنعكس بالنصف الثاني من هذه السنة على الأسعار في لبنان بالنسبة للمستهلك وعندها يكون المخزون الذي اشتره التجار على اليورو المرتفع قد نفده تكلفة الاستشفائية رح تنزل كول أنه الأدوية اللي عم بتجي من أوروبا لح تصير أرخص فاليورو نزل إذا بالآخر كم شهر أكتر من 30% فأكيد هذا الشيء رح ينعكس كمان الصناعة في لبنان مفروضة تكون عندها قدرتها التنفسية أكتر لأنه المعدات الصناعية اللي نستوردها من هونيكي لح تصير بأسعار أرخص وبحسب الحكاية فإن المستهلك اللبناني تحمل بما فيه الكفاية من التدخل المستورد بين العام 2006 والعام 2014 كون الاقتصاد اللبناني مدولر لذلك حان الوقت لكي يتنفس السعاداء وينعكس انخفاض اليورو تناجعا في أسعار السلع وزيادة القدرة الشرائية للمستهلك ترجمة نانسي قنقر